وجه وزير قطع الأعمال العامة حمد شيمي بضرورة تسريع معدلة إنجاز المشروعات وضغط الجداول الزمنية المحددة وتحسين استغلال التقاط الإنتاجية والاستفادة من الأصول لتعظيم العوائد المحققة وتطوير نظم الإدارة وحوكمة إجراءات العمل جاء ذلك خلال الاجتماع مع الأعضاء المنتدبين الشركات التابعة للشركة القابدة للصناعات المعدنية حيث نقش شيمي الخطط التوسعية للشركات والتحديات التي تواجهها مؤكدا ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتحسين بيئة العمل والتوافق البيئي